اشتركوا في القناة موسيقى 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 رأومة الشعر التي ديولها وحر وسحر كامل موسيقى الشعر ديول العرب موسيقى السلام عليك يا شيخنا أبا الأحول وعليكم السلام يا خلفان جئت طامع بكرمك يا شيخنا فأنت بمثابة والدي رحمه الله خيرا يا خلفان أريد أريد تعال يا خلفان خيرا يا ولد أرجو أن تخطب لابنة سليمان بن محمد فأخشى أن يرفضوني وما الذي يعيبك الفقر يا شيخنا القاضي الفقر الفقر ليس عيبا إنما العيب في الإنسان عيني وأنت شاب مؤمن صالح اطمئن يا ولدي سيأتيك جوابي عاجلا بارك الله فيك يا شيخنا القاضي في أمان الله في أمان الله أما زلت هنا يا شيخ؟ لقد أطلت الدعاء في المسجد يا محمد الحمد لله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله زمان التصابي واختيالي لللهوي قضى بتقضيه تكدير ذي الصبوي لقد كان عمري يوم دجن وقد نضى له الصب أضحى إذا غدى اليوم ذا صبوي مضى بوصال الغيد إذ كان جوهرا لنفسي فقد أصبحت ذا جسد نضوي وغانية أضنت فؤادي بهجرها وقد طالما كانت له بالرضى تروي إذا حضرت عهدا وأبدت جبينها لدى الناس كانت فتنة الحضر والبدوي صفت لي أيام الصبى فنضوتها بها حلوة ما إن إلى غيرها صفوي فلما انقضت ولت فما بعدها سوى نوال سمي المصطفى قد نحى نحوي محمد من للضيف وسع للقرى ومن لقرى الأعداء كسر في الغزو حواق صبات السبق في الفضل ماشيا لها وسواه أجهد النفس في العدوي فأصبح مما نال ذا صحة ومن قلاه من الأين الذي نال ذا ربي لا فضفوك يا أبا حميد لا فضفوك يا سالم بن محمد الدرمكي يا أبا الأحول تعلم كم أحبك في الله يا محمد وتعلم أن قولي الشعر فيك لم يكن وليد اللحظة أعلم ذلك أيها الشيخ القاضي ولكن ما مناسبة ما قلته في من الشعر أنا أقول فيك الشعر بمناسبة وبغير مناسبة إذن هذه الأبيات ليس لها مناسبة بل لها مناسبة يا صديق الحميد وما هي مناسبتها يا أبا حميد أريدك أن تأتي معي الليلة لخطبة فتاة للشاب الذي رأيته معي في المسجد كنت أظن أنك أنت من يريد أن يتزوج أيها الشيخ القاضي ماذا تقول يا شيخ سليمان؟ القول قولك أيها الشيخ القاضي منك الأمر وعلينا الطاعة إذن كل ما تشترط به مجاب ونلبيه عن هذا الشاب الطيب إذن على بركة الله سواجد مباركا إن شاء الله بارك الله فيك مبارك عليك يا ولدي بارك الله فيك يا شيخنا وفيكم جميعا الحمد لله سالي ما الذي أيقضك يا أم حميد؟ أيجوز لك أن تتركنا هكذا؟ حتى هذا الوقت المتأخر من الليل يا سالم لقد كنت مع محمد بن سعيد ومن غيره يشغلك عنه ويأخذك منه أتغارين من محمد؟ أيحقل هذا؟ هل المرأة لا تغار إلا من المرأة؟ وليس لك أن تغار من صاحبي؟ نعم، أغار منه لأنه لا يفارقك في ليلك ولا نهارك كأن أحدكما ظل للآخر متى تنفض هذه العلاقة التي بينكما حتى تتفرغ لبيتك؟ وهل أنا مقصر في بيتي حتى ترميني بهذا الاتهام الباطل؟ أتعلمين ما عقوبة من يتهم أحداً زورا؟ هكذا أنت دائماً حتى في بيتك لا تنسى عملك تعاملني وكأنني متهمة أو شاكية أقصري الحديث يا أم حميد، أقصري وداعي عنك اللوم والتأنيل فأنت في أيام استقبال مولودنا الجديد أحضر لك العشاء؟ لا شكراً، اذهبي لكي تنامي وأنت؟ سألحق بك حسن 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 اشتركوا في القناة اثمت امر يشغل بال مولانا الامام كيف لا كيف لا يا بني ومحمد بن خلفان عاملنا على المسقط قد شقع سطاعة وتمرد ولولا رحمة الله وعنايته لك انا ذبح اخاك وهو حبيث لديه الحمد لله يا مولاي لقد عاد اخي احمد سليما معافا لو لم تدركه عناية الله ولو لم تعمل الذكاء يا حمد لفا استطعت اخراج اخيك من يدي محمد بن خلفان صدقت يا مولاي بما تأمرون الان امرك امرك بما قاله الشاعر بالرأي الرأي قبل شجاعة الشجعان هو اول وهي المحل الثاني اذا انت تريد رأيي يا مولاي فيما حدث او فيما سيحدث ما حدث مضى وانقضى لقد كنا في اسكي واطفأنا نار الفرقة التي اشتعلت بين قبائلها همنا الان ما سقط اهي ما سقط ومحمد بن خلفان الذي سيطر عليها لكن قد انت صدقت في كل ما قلت لذا فانني اطبع منك بالمزيد اريد رأيك ما رأيك ان الفرصة تطرق بابك فاستغل لها سريعا يا حمد ما بك اعجز عقلك عن ان تفوها برأيك مولاي الك حيلة في اخراج محمد بن خلفان من الولاية وقبض معاقلة مسقط ومطرح بغير حرب ما هذا يا حمد اتعيد علي ما طلبته منك اما الحيلة فتعلم جيدا انه قد صارت لمحمد بن خلفان همم عالية وقوات كبيرة شديدة ومال لا يحصي عدده الا الله عز وجل فالاحتيال عليه متعذر مولاي الامام رأيت ان اعملت فيه الحيلة وبلغت بها المطلوبة منها وصار ما بيده بيدي اتعاهدني اتعاهدني ان تتركه لي وتضيف لي ما ملكت يمينك من حصون عمانة كافة الا حصن الرستاق هذا ولك مني السمع والطاعة والامتثال لأوامرك دارني دارني اتماعن في الغم لكن ام وعلينا الطاعة ينب ارجوك يا سيدي القاضي ارجوك ان تجد لي مخرجا فانا لا اريد ان اضيع ابنائي اريد زوجتي اريد اسرتي ارجوك يا سيدي اتريدني ان اتطاول على شرع الله اين كنت قبل ان تطلق زوجتك ثلاثا اما فكرت في ما ستقول اليه حالك وحال اسرتك الان تطلب النجدة ارجو ان اجد لك مخرجا لا يا ابني لا تلاعب في الدين ولكن يا سيدي لا داعي لكثرة الكلام الطلاق ابغض الحلال عند الله وقد وقعت فيه ثلاثا ولم تأخذ حذرك فما عاد يجدي الندم شيئا خذ ابنتك وطفلتيها ايها الشيخ فالحق ابلج لا حول ولا قومة الا بي تنتظر جواب ما طلبته مني اليس كذلك؟ ومن حق مولاي ان لا يجيبني على طلبي اذا شاء ذلك لماذا طلبت ذلك يا حمد؟ لماذا طلبت ذلك؟ من اجل عمان يا مولاي من اجل عمان وليس طمعا في جهن او مال من اجل عمان من اجل عمان من اجل عمان من اجل عمان وعاهدك على ما طلبت مني ستكون ثقتك في محلها يا مولاي الامان حمد قل لي ماذا تنوي ان تفعل؟ سأمضي الى مسقط يا مولاي فان اتاك كتابي مع الرسول الذي ابعثه اسرع الوثبة الى مسقط ومن معك من الرجال ستمضي الى مسقط بمفردك؟ بل مع مئة رجل وبعض المال لانجاز خطتي خذ معك ما تشاء من الرجال ومن المال خذ ما تشاء وعود الي بالخبر الذي يثلج صدري اوه 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 يرا Bryant السابر يا محمد اوه الصبر يا محمد الصبر بل نعم نعم تلك سرقة أما لو التبس عليك الأمر في عدم التركيز في السماء لرؤية النجوم لسبب أو لآخر فذلك خطأ والخطأ يختلف الحكم فيه لا يا سيد القاضي لا إنه يتعمد السرقة فهو دائما ما يحول ماء الفلج إلى مزرعته قبل أن ينقضي وقت سقي مزرعته الخطأ يكون مرة أو مرتين أما بشكل دائم فذلك تعمد وليس خطأ وأنا أطالب بحقه ستأخذ حقك إن كان لك حق ولكن بعد أن نسمع رد المتهم هاتي ما لديك وأسمعنا أنا يا سيد القاضي أنا لقد كان هذا اليوم حافلا بالعديد من القضايا لا أدري ما الذي حل بالناس لماذا يظلم الإنسان أخاه الإنسان الجشع الجشع والطمع يفرقان بين الناس يا أبا القضاء أبا القضاء من أين جئتني بهذا اللقب يا محمد بن سعيد ألا يكفي ما ينعتني به الناس في كل مكان الشيخ والقاضي والشاعر وأبو الأحول وأبو حميد وتأتي أنت لتضيف إلي لقبا آخر أبا القضاء نعم نعم أبا القضاء فأنت أيها الشيخ سالم أعلم أهل زمانك ويجب أن ترتقي مكانا عليا أنا لا أطمع في شيء أبدا يا محمد يكفي أن أخدم الناس بعلمي وبما رزقني الله به يا شيخ سالم أحمد ما الذي أتى بك لقد رزقت الله بفتاة الحمد لله مبارك لك أيها الشيخ مبارك لك هذه علي مدى الحياة هي التي تحمي وتندبني زمان وفاتي هذه التي مني يسرف آدها إن قلتها كبنيتي أو هاتي هذه التي يوما نوى تشتاقني وتلح للرحمن بالدعوات حمد لله على سلامتك يا أم حميد سلمك الله تبارك الله هذه التي ملهاتها أدنى لها وأقل شيء سار في اللهوات هذه التي بقليل ما أبدي لها تبدي جزيل الشكر باللتات هذه التي هي بي تفاخر تربها أو بي تهدد فطة الأخوات هذه التي جدا إذا لعبت ترى تثني علي بأرفع الأصوات هذه التي إن عاينت ما سرني في ساعة سرت مدى الساعات وإذا رأت ما ساء قلبي ساءها فرأيتها منهلة العبرات لو أن ربي قال لي ما شئت قل تعطى لقلت تطيل عمر بنات الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين لقد تناولنا من طيب طعامكم فجزاكم الله عنا خير الجزاء هذا غيض من فيض الإمام عزه الله لأجل هذا الغيض جئت يا أخي العزيز محمد لنجعل الغيض فيضا والفيض فيوضا ما أظنك إلا أتيت لنا بالخير أيها السيد حمد أتيتكم لإصلاح الشأن وإطفاء الثائرة التي نشبت بينكم وبين والد الإمام قل ما جئتنا به يا سيد حمد فأنت نعم السيد وأنا رهن ما تقوله وتطلبه فأنت أدرى بمنزلتك عندي وأنت أدرى بمعزتك في قلبي يا محمد ولا يعلم ذلك أحد إلا الله ثم أنت ولن أسوق أدلة على ما قلت أكثر مما تعلم قد علمت ذلك من قبل فهات ما جئت من أجله اليوم أنا أرى يا محمد أن تدفع إلى والد الإمام سعيد في كل سنة نسبة من المال الذي تحصل عليه وسنتفق عليه لاحقا إن شئتم وإن شئتم الآن وماذا سيكون لي بالمقابل يا سيد حمد سيكون لك يا محمد ما قبضت يدك من المعاقل لا ينازعك فيها أحد ماذا قلت أقول نعم ما جئت به من رأي وإنه أحكم الحكم بقي أمر واحد أرجوه منكم كل ما تطلبه مجاب لك يا سيد حمد أطلب منكم الرخصة والإذن في المقام في مسقط لمدة ثلاثة أيام إن البلاد بلادك يا سيد حمد فأقم بها ما شئت إذن أرجو أن تخلوا لي جانبا من بيوت النواب لي وللرجال الذين معي ولا كذلك أيضا فأقم بها ما شئت ومن معك على الروح بوسعى لن أطيل عليكم سننقسم إلى قسمين خمسون رجلا سيأتون معي الآن والآخرون سينتظرون مع القائد سالم ولا تتحركوا حتى تتلقوا أوامره هيا موسيقى 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 وافى كتاب فتى محب ذي مقه في الناس رب العرش زيّن منطقة في الأمر يأخذ بالوثيقة إنعنى خطب مخافة أن يرى موبقة لما سعى كل إلى ما رام من ذي الناس كان إلى العلا ما أسبقه منه إلي أتى سؤال عن فتى لعروسه الحسناء قال مطلقة لكن ثلاثا قال فيه بلفظه هذا فأوحشه الفراق وأرقه ويروم منها رجعة من بعد ما قد سد باب الرد عنها وأغلقه فأجبته كيف استيادك للتي غادرتها في الجو عنك محلقة فتسل عنها وابغي خطبة غيرها لو كنت ذا نفس إليها شيقة فعسى بها تغدو حليف مسرة وعلى مرادك لا تزال موفقة وبقيت في الدنيا مطيعا للذي يكفيك في أخراك نارا محرقة إيوان حارس تعال مولوك يا مولاي لم يصل رسول من مسقط يحمل رسالة من السيد حمد لا يا مولاي لم يصل أي رسول بعد صار في العملك يا مطف ماذا هناك يا ماجد؟ يبدو في الأمر مكيدة يا أخي محمد مكيدة؟ ممن؟ من السيدة حمد بالإي... لا تتفوه عن حمد بمثل هذا الكلام أبدا يا ماجد وإلا... لقد رأيت حمد وقد أقبل من الحصن الغربي فتبعت حتى دخل الحصن الشرقي ومعه الكثير من الرجال وقد استولوا على القلعتين حمد صاحب ولا يمكن أن يخونني بل هو من سهل لي أمورا كثيرة فأسرره عندي بل إنه وقف ضد والده الإمام من أجلي لن يقف حمد يوما ضد والده الإمام ماذا تعني؟ يا أخي إن كنت في شك مما أقول دعنا نمضي صويين إلى بيوت النواب فإن رأيت حمد ومن معه هناك فهو الخطأ قد وقع مني فأن لم تجده ولم تجد أحد من رجاله فإنني مصيب فيما قلت اسمع سأقطع الشك باليقين هيا بنا أين ذهبت الرجال؟ سيدي لقد استولى السيد حمد علي الحصنين الغربي والشرقي كيف خانني أميرال جندي هناك؟ يبدو أنه اشتراهم بالمال يا أخي أطلقوا النيران والمدافع على محمد بن خلفان ورجاله تعالي هذا من رسولي إلى الإمام في الرستاب وقل له أسرع الوثبة إلى مسقط أنت ومن معك من الرجال فإن الحرب السكان وطول الليلة في النهار في مسيرك إليه هيا أمرك سيدي حمد عدت يا ولدي أهلاً أهلاً بعودتك أهلاً بك كم أنا سعيد بإنجازاتك هققت كل شيء بذكاء وقوة الحمد لله رب العالمين الحمد لله قل لي ماذا ستفعل بعد هذا؟ سأقيم في بركة وسأقرب مني علماء وأدباء وشعراء عمان تفكير جيد سيكون من لك عول وسند إن شاء الله اسمع أعددت لك حفل استقبال يليق بإنجازاتك هيا يا ولدي هيا مولاي الإمام حمد بن سعيد يطلو منك أن توافيه إلى بركة في أسرع وقت يا سيد الشيخ سالم بأمر مولاي الإمام سأذهب إلى بركة في الحال الشيخ سالم بن محمد الدرمكي يا مولاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته تعال إلى جانبي يا شيخ تفضل يا شيخ سالم إني أفوض لك أمر الكتابة بين المسلمين والأحكام الشرعية هنا في بركة فباشر عملك فيها منذ اليوم أمرك مولاي أمرك مولاي أمرك مولاي أمرك مولاي أمرك مولاي كمش نقتوليك يا سالم متى ستأتي لتزورنا متى لديك يا مولاي ما الأمر؟ لقد جمهز بيت الشيخ سالم بن محمد الدرمكي الذي أمرت ببنائه يا مولاي جميل جميل أريد أن يبقى هذا الأمر مثل ما كان من قبل في طي الكتمان دون أن يعرف الشيخ سالم أي شيء وهو كذلك اذهب الآن في قافلة إلى إزكي وأتي بأسرة الشيخ سالم الدرمكي وأخبر الأسرة أن الشيخ سالم هو الذي أرسل في طلبهم لأننا نريد أن نخفف عنه أمر اشتياقه لأسرته هيا أمرك مولاي خيرني يا مولاي لما أحضرتني إلى هذا المنزل؟ هل أعجبك؟ إنه رائع فليهنأ به صاحب مدام هذا كلامه فأنت صاحب ماذا؟ ألم تقل إن المنزل قد أعجبك؟ فهو لك بصدر لي أنا؟ أجل لك أنت فارك الله فيك يا مولاي وزادك رفعة وعلو منزلا ولينصر بك البلاد والعباد آمين ولك مفاجأة أخرى أبي أبي يا روح أبي سأدعك مع أسرتك لك الشكر يا مولاي سالم أم حميد أين حميد؟ حل قد غفل ما بين بابي عين سعنة واليمن سوق تباع به القلوب بلا ثمن تجروا بما احتكروا به وتحكموا فجواب من يستام منهم لاولا المسك من أبدانهم والعود من أردانهم والزعفران من الوجن ومورد الوجنات سن ليلجفى منه فأحرم مقلتي طيب الوسن شاك السلاح فكم بسيف لحاضه ضرب الحشاء وبرمح قامته طعن ولو أن روحي في الدنو بروحه مزج الوداد له به القلب اطمأن يا شقوة القلب الذي يا شقوة القلب الذي بالطل لا يروى ولا بالوبل جامحه سكن حمد الذي حمدت جميع خصاله فحلت به للخلق أخلاق الزمن ذو منزل منزاره سلاه عن ذكر المعاهد والحنين إلى الوطن يسخو فلم يفتح له راج فمن ويرى إذا هو ماسخ جودا كمن لثراه لم يك كالئا عنا ولا إن جاد كال لنا نداه ولا وزن للناس ظاهره وباطنه صفه وأطاع في السر الإله وفي العلن فليسع حيث أراد إن زمانه سلس القياد له وفي يده الرسن وليبقى محروسا ويملأ ليندا ما بين بابي عين سعنة واليمن ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر